محافظ السويداء يشرح أهمية تشكيل الجديد الفيل لقل الخامس اقتحام طوعي لرفض القوات المسلحة والمساعدة في القضاء على الإرهاب التقى محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي مديري الدوائر الرسمية بالمحافظة وقدم لهم شرحا كاملا عن التشكيل الجديد الفيلق الخامس اقتحام طوعي وأهمية هذا التشكيل لرفض القوات المسلحة والمساعدة في القضاء على الإرهاب واجتثاثه كما أوضح محافظ السويداء شروط الالتحاق بالتشكيل الجديد ومن يقبل ضمنه وأكد أن هذا التشكيل هو تحت إشراف القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع الأصدقاء الروس يسوى وضع المتخلف عن الخدمة الاحتياطية فورا من خلال إبرام العقد مع القيادة العامة العسكرية ونحن قمنا بتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة للتنسيق مع كافة المدراء وكافة الأشخاص الذين يودون الالتحاق بهذا التشكيل الفيلق الخامس اقتحام طوعي هذا الفيلق سيتشكل من الطوعيين المدنيين العاملين بالدولة وغير العامليين وبناء على دافع ذاتي من قبلهم لرفض الجيش العربي السوري بدماء جديد لاجتثاث الأرهاب شروط الالتحاق أن يكون الطوعي قد أتم الثامن عشر من عمره ولن يتجاوز الخمسين لائق صحيا قادر على حمل السلاح ولديها الرغبي بالمساهمة باجتثاث الإرهاب من أراضي الجمهورية العربية السورية وتاتي أهمية التشكيل الجديد بعد الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري والمساهمة بالقضاء على الإرهاب حفل تكريم في دمشق لأسرة بانتظار الياسمين العمل الدرامي السوري الذي حصل على جائزة ايمي اوورد العالمية أساسا أكبر جريمي ممكن يرتكبى الإنسان بحق حاله هو أنه يتكيف مع حرب مثل هاي من الأصاصر رح نسمع بعد الحرب ثلاثة ربعة رح يكونوا كذب شيء مننا للمفخرة وشيء مننا للشحادي وكيد في جزء كبير للاستثمارات برعاية وزارة الإعلام وبالتعون مع شركة سريتيل وأبسيل الانتاج والتوزيع الفني أقيم حفل تكريم أسرة عمل بانتظار الياسمين والحاصل على جائزة ايمي اوورد العالمية بعد أن ترشح لجائزة أفضل عمل الدرامي ليكون أول عمل سوري ترشح للجائزة والثاني عربيا طبعا نحن نفخورون بما حققتنا الدراما السورية بشكل عام وهذا العمل بانتظار الياسمين بشكل خاص ولكن أريد أن أقول شيئا أن نحن نفخورون أيضا بما أنجزه الجيش العربي السوري الذي وعده وأفى بوعده بتحرير حلب بالنسبة للدراما السورية ومستثل الزارة الياسمين أن مشاركة هذا العمل في مهرجان ايمي اوورد وترشحه للفوز بالجائزة الزهبية هو عمل عظيم ومهم جدا خاصة في هذه الظروف لأن هذا العمل استطاع أن يرسل ويحمل رسالة الكلمة والكاميرا وستطاع أن يخترق حدود التزليل والتزييف وكشف الوقائع وذلك بصورة فنية وإنسانية مهمة جدا وبصراحة هذا العمل هو رسالة سوريا إلى العالم لذلك عندما نكرم هذا العمل فنحن نكرم أنفسنا ونكرم سوريا وهذا برأيي هذا التكريم اليوم أتمنى أن يكون حافزا لجميع الشركات الإنتاج المحلية أن تعمل بجد على أظهار الوجه الحقيقي للدراما السورية هذه الدراما التي تحارب بكل الوسائل المعروفة أهم اليوم من التكريم هو لمة الإبداع التي يحدث فيها اليوم وحقق مسلسل سوريا من جديد إنجازات جديدة مثل ايمي اوورد هذه الجائزة هي جائزة لسوريا كلها جائزة لكل نجم لكل ممثل سوري حقق هذا النجاح اليوم على الصعيد العالمي لحتى يأكد ويرفع على مبلاده بالمحافة الدولية ومشان هيك اليوم أصرد سرياته من إيمانه اليوم بمسؤوليته الاجتماعية والوطنية أنه نحن نضلوا فيه نجم أي إبداع سوري ولو حتى كان هو الفن مثل لقد تعرفي اليوم الفن هو رسالة هو أسمى رسالة اليوم عم تنقل الواقع بشفافية كان عمل متعب وخاصة بالنسبة للشخصية اللي اشتغلتها أنا يعني تحديدا هي شخصية بعيدة كل البعد عن حياتي العادية يعني فكانت شخصية متعبة حتى في بعض المشاهد أنا كنت أتلبك أنه أديها مثل خطف حرق هيك شغلات فهي حتى الكاست العمل كلياته كان متبني الموضوع والمخرج والشركة المنتجة كمان كانت متبني هاد الموضوع واشتغلنا بتعرفوا كلكم ظروف قاسية يعني أثناء الحرب وأثناء التلج وأثناء البرد فعلا فخورين ومعتزين بالشيء اللي قدمناه كتير مبسوطين يعني سعادتنا كانت لا توصف لأنه نحن قدرنا نوصل صوت سوريا لكل أرجاء الكرة الأرضية وقدرنا نحصل على هيج جائزة من قلب الولايات المتحدة الأمريكية فكان هذا شعور يعني لا يوصف صدقيني لأنه تعبنا ما راح على الأرض نحن تعبنا بهذا المسلسل كتير الفنيين الممثلين كل الكادر تعب بهذا المسلسل أنا بتشكرهم جميعا بتشكرهم على الأيام اللي مرت معنا وتعذبنا فيها بتشكر جميعا كله بتشكركم على حضوركم يذكر أن العمل من إنتاج 2015 من تأليف أسامة كوكش وإخراج سمير حسين وبطولة عدد من نجوم لدراما السورية ليكون بانتظار الياسمين رسالة إلى كل العالم بأن مسيرة الفني مستمرة رغم الظروف توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع الطاقة البديلة في حمص باستطاعة 44 كيلو واط وبإنتاج سنوي نحو 70 ألف كيلو واط ساعي في ظل ما يشهده الواقع الكهربائي من زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وتنفيذا لتوشه الحكومة ووزارة الكهرباء على التوسع باستخدام الطاقات المتجددة واستثمارها وخاصة الشمسية منها وإشراكها في ميزان الطاقة السورية وقعت الأمانة العامة لمحافظة حمص اتفاق شراكة مع مركز الوطني لبحث الطاقة لتنفيذ مشروع كهردوئي على سطح مبنى المحافظة وضعنا الخطوة الأولى باتجاه الاستخدام المتميز للطاقة البديلة الطاقة الشمسية وحمص أيضا لديها بعض المشاريع الاستثمارية في هذا الجانب وخصوصا في مجال الطاقة الريحية ونحن اليوم أيضا نؤكد على برنامج عمل على مستوى المحافظة من أجل ترشيد الاستهلاك ونعتبر أن عملية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة هي جزء من عملية الصمود التي تعيش سوريا في مواجهة كل التحديات التي تستهدف البنية الاقتصادية والبنية السياسية لسوريا ويمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مجال القطاع الكهربائي وهو عبارة عن نظام شمسي كهردوئي يربط بشكل مباشر مع الشبكة الكهربائية ويعمل على توليد الطاقة الكهربائية مباشرة من خلال اللواقط الشمسية الكهردوئية الموجودة على السطح أو مكان تركيبها هذا المشروع احنا اعتبرناه مشروع رائد وباكوري تعملنا في محافظة حمص لتجيع الآخرين وخاصة القطاع الخاص لإقامة مثل هكذا مشاريع لأنه مثل هيك مشاريع ممكن مستهلكي الطاقة في كافة القطاعات يأمنوا جزء من متطلباتهم من الكهرباء ويحقنوا الفائد منها في الشبكة العامة فبيحققوا رائعية اقتصادية في تلبيت متطلباتهم ورائعية اقتصادية من بيع الكهرباء الفائضة إلى وزار الكهرباء هذه المشروعات تسهم بشكل فعال في تأمين جزء من المتطلبات للطاقة الكهربائية وتمكن من حقن الفائد منها في الشبكة العامة بما يحقق رائعية اقتصادية لصاحب المشروع من بيع الفائد اقام المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في اللاذقية ورشة عمل باستخدام الطريقة التفاعلية البصرية لخلق كوادر شابة جديدة قادرة على الانتاج في المنشآت السياحية دمن خطة وزارة السياحة لتطوير اساليب التدريب والعمل في المنشآت وتقديم افضل الخدمات اقام المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في اللاذقية ورشة عمل بطريقة حديثة باستخدام الطريقة التفاعلية البصرية بهدف تطوير العمل في مجال القطاع السياحي نقيم اليوم نحن كمعهد التقاني للعمل السياحية والفندقية دورة تدريبية لطلاب المعهد بالتعاون مع مؤسسة خدمات التطوير السياحي في سوريا وهي احد مؤسسات شبكة الاغاخان لتنمية وهذه الدورة تعتبر الاولى من نوعها في سوريا لاستخدامها اساليب تدريبية بصرية تفاعلية لرفع سوية وتأهيل وتدريب قوادرنا والهدف من هذه الدورة رفض سوق العمل بعمالة سياحية مدربة ومؤهلة تسهم في ارتقاء وجودة الخدمات السياحية المقدمة في المنشآت السياحية بدون شك بدون شك أنا كتير سعيد وكتير فرحان وأنا صح لي أني اجتمع مع مدير المركز الأستاذ عمار وشفت بعيني هون شفت الاهتمام بلش التدريب العملي صار كثيف تعاون حتى مع القطاع الخاصة اللي موجودة باللادقية وشفت أنه الشباب والصبايا متحمسين كتير والطاقم التدريسي اللي موجود بالمركز كمان متحمسوا وعم نقدمون ونحن كمان بدورنا تحمسنا أكتر هلوة عم نعطيهم هاي الدورة الدورة التي بدأت بدمشق على مدار أربعة أشهر ومن ثم اللاذقية وترطوس لخلق كوادر شابة جديدة قادرة على الإنتاج في المنشآت السياحية هلا نحنا بلشنا بهاي الدورة بدمشق أخذناها بشكل كامل اكتسبنا خبرات كبيرة فيها فلازم شي متل هات شي متطور بروفيشنال مثل هاتي نقل لغير محافظات لحتى نحنا نقدر نطلع كوادر قادرانة تشتغل مو بس بمحافظة دمشق باللادقية وبمحافظات تانية كمخطط مستقبلي نحنا صبيتين معيدتين من كلية السياحة كنا من أحد الأشخاص اللي اتبعوا هيدا الدورة واستفدنا منه وتم اختيارنا لنجي لهون نحنا ننقل هيدا التجربة فالهدف هو أنه ننقل معلومات أخذناها بهيدا التجربة من جهة وننقل هيدا الطريقة الجديدة من جهة بالإضافة للتأكيد على الأهمية كتير ضرورية لموضوع الموارد البشرية بقطامة للسياحة والضيافة من الاعتماد الأساسي عدو الأشخاص التخطيط السياحي هو أساس التطوير والتحديث في كافة المراحل هي خطة تنتهجها وزارة السياحة من خلال دراسات تخطيطية للمناطق والمشاريع السياحية وخاصة في الساحل السوري من اللاذقية مازل محمد الإخبارية السورية اشتركوا في القناة